بسم الله الرحمن الرحيم فتعودنا مع بعض إن إحنا لما بنتكلم في موضوع بنجيبه من الأول خالص وبنمشي معا كده مع تطوره لغاية ما نختمه لكن الحقيقة في الحلقات القادمة سواء حلقة النهاردة أو الحلقات القادمة يعني إحنا هنبتدي من الأول بدري أكتر يعني من الأول أول بقى فكرنا إن إحنا نعمل مع حضراتكم مجموعة حلقات الحقيقة إنها برضو اطلبت مننا عن الحمل والحمل وبالتالي ما له علاقة بالأطفال بعد كده علشان كده بحب إن أنا أنبه حضراتكم إن حلقة النهاردة ومجموعة من الحلقات القادمة إن شاء الله هتكون مخصصة بالكامل عن الحمل وهتفهموا قصدي لما تتابعوا معنا هذه الحلقات وأعتقد إن إحنا هنكون مع حضراتكم يعني مخزون كده معرفي كبير جدا جدا هيساعد كل الأمهات والأباء أو كل الأزواج والزوجات اللي سواء بيخططوا للحمل لأول مرة أو اللي هم يعني بيخططوا للحمل مرة تانية هنبدأ بحلقة النهاردة وهنبدأ بأول عنوان في حلقتنا وهو الاستعداد للحمل الحمل اللي هو استعداد آه اللي هو استعداد كل حاجة في الدنيا لها استعداد لما بنروح مناسبة بنستعدلها بنستعدلها في اللبس بنستعدلها في التوقيت في المسار اللي هنمشي فيه عشان نوصل في معادنا فتخيلوا بقى معايا كده إن الحمل اللي هو هينتج عنه إن شاء الله أهم حاجة يعني في حياتنا كلها وهي أولادنا لازم إن إحنا نتعامل معاه بتخطيط وبتخطيط منظم جدا وكويس جدا كمان مفيش شيء ممكن يقارن بالإعجاز السحري اللي اسمه الحمل الحمل وبمنتهى البساطة والواقعية بيخليكي وأنا بكلم هنا بقى الزوجات اللي هم الجداد أو المخطوبين وهيبقوا عندهم بيت بعد كام شهر أو يعني قريب بإذن الله مفيش يعني حاجة في الدنيا بتخليكي شريكة يعني في الحياة أو شريكة رئيسية في صنع الحياة زي الحمل والاستعداد للحمل بيديك الحقيقة الفرصة إن أنت والجنين طبعا والأب يعني تعيشوا وتنجحوا مع بعض لكن أنا بتكلم على العلاقة الخاصة جدا اللي بتكون ما بين الأم والجنين خلال الحمل فكرة إن أنت مش بس مسؤولة عن نفسك لكن مسؤولة عن روح معجزة حقيقية ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر وأذن إنها تكون تكون حضرتك سبب في قدومه أو قدومها إلى الحياة الحمل هيعمل تغييرات جزرية في حياتك لكن كلها تغييرات إيجابية مش تغييرات سلبية زي ما بعض الناس بتقول أو بعض الناس بتكتب هتلاقوا الناس بتكتب ويقولك لا إنسوا بقى خلاص بعد الحمل والولاد حياتك اللي قبل كده دي تنسيها كل ده كلام خاطئ وكلام مش موضوعي وهتعرفوا دلوقتي ويعني الحلقات أنا بدعوكم الحقيقة إنكم تركزوا فيها جدا لأن فيها معلومات يعني هتستمتعوا بيها جدا على المستوى المعرفي والعقلي وهتستمتعوا بيها جدا على المستوى العاطفي كمان والنفسي لما تكوني مستعدة وصحتك ممتازة فده يعني بيخليكي تخططي للحمل كويس وده بيخليكي قادرة تتكيفي مع التغيرات الكتيرة اللي هتحصلك سواء في رحلة الحمل أو ما بعد ذلك